اهلا بالمتابعين الكرام في ايامنا هذه كثر الحديث عن رجوع جماعة طالبان للحكم في افغانستان ومدى تأثير هذا الرجوع على الانظمة السياسية ليس فقط في بلداننا العربية الاسلامية بل حتى في الدول الغربية التي تقطنها فئة كبيرة من اللاجئين المسلمين فهل انتصارات طالبان على الحكومات الهشة التي وضعتها امريكا كدومة لتسيير دفة الحكم في هذا البلد سوف يعيد بقوة فكرة الجهاد المسلح والجماعات القتالية كالقاعدة وداعش وبوكوحرام وغيرها من الجماعات الارهابية ام هي مخططات سياسية امبريالية تهدف لتقسيم عفوا العالم واستغلال ترواته مستغلا النعارات الدينية والعرقية لتحقيق ذلك للوصول لسدة الحكم تستخدم هذه الجماعات الجهادية الاسلام السياسي كلعبة في استقطاب الشباب وضمهم لصفوفها فتزرع في عقولهم المظلومية وتوهمهم بوجود حرب شرسة ضد الاسلام والمسلمين وتقدم لهم نماذج من هذا الصراع السياسي بداية من القضية الفلسطينية الى الاضطهاد الذي تعرض له مسلم ميامار ومن هنا تبدأ عملية غسل عقول هؤلاء الشباب لتحفيزهم على الجهاد المسلح وهذا الجهاد لا توجد فيه خسارة فهو تجارة مربحة اما النصرة او الشهادة فالنصرة هي الهدف المنشود لحل ازمة المسلمين والعودة السريعة للخلافة واسترجاع الامجاد الضائعة اما الشهادة والموت في سبيل الله فهي اسمى درجة علو الحياة الابدية في الجنة وبما ان الموضوع انطلق من وجود المظلومية وسوء وضع المسلمين في العالم فالنصرة هي الاهم والهدف المنشود تصاحبها غنائم كثيرة من اموال وعتاد وسبايا الحرب وهكذا تنشأ جماعات قتالية تريد الوصول الى هذه النصرة لتهيج اندفاع الشباب نحو ارض المعركة يستغل المنظرون والمؤطرون للفكر الجهادي مسألة الجنس كمكافأة ثمينة لهؤلاء الشباب الذين يفيضون طاقة وحيوية اما في الجنة مع حور العين وهذا الموضوع مهم جدا نحتاج تسجيل مجموعة حلقات حول مفهوم حور العين بين اللغة والاصطلاح ثم المكافأة الارضية من سبايا الحرب ما يصطلح عليه بملكة اليمين قبل الحديث عن هذه المكافأة المكافأة الجنسية على الارض كسبايا حرب يجب تحديد مفهوم الاصطلاح فيما يخص ملكة اليمين فهناك إجماع عند فقهاء الإسلام على أن ملكة اليمين هي سبية في الحرب ويقول الطبري وملك اليمين السبايا اللواتي فرقة بينهن وبين أزواجهن السباء من غير طلاق كان من زوجها الحربي لها وهذا التفسير لعبارة ملكة أيمانكم في القرآن يستخدمها الدعاة للقتال وتهييج الشباب المسلم لانغماس في العدو لكن النص القرآني بوضعه تحت مجهر علم اللغة المقارن لا يخدم كثيرا هذا المفهوم فعبارة ملكة أيمانكم جاءت في 14 آية من أهمها الآية 24 من صورة النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيم صورة النساء هي صورة شريعية بامتياز بها عدة أحكام في الإرت والعقوبات والحلال والحرام وهذه الآية تحرم نكاح أو زواج المحصنات من النساء كما حرمت الآية التي قبلها نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وغيرهن في الآية 23 المحصنات من النساء هن المتزوجات بحسب علماء الإسلام ولتبرير وجود تحريم الزواج من المتزوجة وهذا الشيء بديهي يذكر الدكتور جواد علي في مفصله نوع غريب من النكاح يسمى بنكاح الرهد وهو تعدد الأزواج للمرأة الواحدة كما هو الحال عند بعض القبائل البدائية على سبيل المثال في تيبت حيث تكون زوجة الأخ الأكبر في متناول معاشرة باقي الإخوة جنسية والأطفال الناتجين عن هذا الزواج ينسب للعائلة أو كما هو الحال في الصين على ضفاف بحيرة لوغو عند قبيلة موسو حيث تعتبر المرأة هي العمود الفقري للأسرة وتختار شريك حياتها باستمرار خفية وتغيره كما شاءت ولا يعيش معها تحت صقف واحد فهذا النوع من النكاح يسمى نكاح الرهد ويعتقد بعض الباحثين أن العرب لم يكن عندهم هذا النوع من الزواج ولكن كانت هناك معاشرات جنسية جماعية بين امرأة واحدة وعدد من الرجال في نفس الوقت برضى كل الأطراف مهما كان الأمر فليس هذا هو الموضوع في هذه الحلقة فما يهمنا هو لاستثناء من التحريم ما جاء في النص بملكة أيمانكم يقول أستاذنا الدكتور كريستوف ليكسنبرغ هذه العبارة تعني ما ملكت يمينا على الزواج بها أي ما عقدت عليها بحلف يمين وبعقد مكتوب على الزواج بها وما يعزز هذا الطرح وجود عبارة كتاب الله عليكم يعني هناك كتب كتاب شرعي بين الطرفين فرغم هذه الإضافة لا زالت عبارة ملكة أيمانكم غير واضحة فالسبية حسب فقهاء الإسلام تعاشر معاشرة الرجل للزوجة دون عقد نكاح فقط بعقد ملكية بشراء من سوق النخاسة أو الحصول على سبية حرب عند نهاية المعركة تأتي الآية التي بعدها للتوضيح ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات إلى آخر الآية في هذه الآية المحصنة ليس بالزواج فقط بل حتى بالعفة كما جاء في صورة التحريم الآية 12 ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها والبديل عن عدم القدرة على نكاح المحصنات من المؤمنات تأتي ملكة الأيمان من الفتيات المؤمنات بشرط عقد وحلف اليمين من الطرفين بطلب الإذن من أهلهن وتقديم مبلغا من المال وما هو معلوم عند فقهاء الإسلام فالمملكة لا يطلب موافقة أهلها لأنها سبية ولا يقدم لها مهرا كالحرائر ونكاح الإيماء والعبيد مباح بحسب الآية 32 من صورة النور شريطة الصلاح والصالحين من عبادكم وإيمائكم والآية التي بعدها تتطرق هي الأخرى لملكة الأيمان تقول الآية وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء إن أردنا تحصنا إلى آخر الآية إذن مرة أخرى التأكيد والتوكيد على كتب الكتاب ودفع المهر وهذه الشروط لا توافق نكاح الإيماء بحسب علماء الإسلام من طلب الإذن من الأهل وكتب الكتاب ودفع المهر إذن الحديث عن نوع آخر غير معروف من الزواج عند الفقهاء والسؤال المطروح ما نوع هذا الزواج للرد على هذا السؤال كونوا معنا في الحلقة المقبلة وإلى اللقاء